التوازن في الحركة بين الماء والهواء واليابس السؤال الأول وضح عمل النهر في مراحله المختلفة مراحل النهر المختلفة سلاس مراحل مرحلة الشباب مرحلة النضج مرحلة الشيخوخ في مرحلة الشباب لها مميزات محددة 1- زيادة الانحضار انحضار جامد وترتب على ذلك رقم 2- زيادة سرعة المياه شايف المية بتجري قدامك جامد ازاي؟ بسرعة فائقة ليه؟ بناء على الانحضار العالي وبالتالي المية اللي بتجري بشدة ديت أدت إلى زيادة القدرة على النحت وضعف القدرة على الترسيب يبقى المية بتنحد في جدران النهر ولكن لا يوجد ترسيب ليه؟ لأن طيار الماء سريع جدا عشان كده المجرى بتاع النهر عمالية التاسع رابح حاجة كسرة وجود المساقط المائية والحفر الوعائية خامس حاجة زيادة عدد الفروع والجداول والوديان شايف كم فرع للنهر؟ كل ده مميز في مرحلة الشباب فروع كتير وموارد كتير بتصب في مجرى النهر شايف انت بعينك فروع كتير؟ علوة على ذلك رقم 6 وجود ظاهرة تسمى ظاهرة أسر الأنهار ايه هي ظاهرة أسر الأنهار؟ ظاهرة أسر الأنهار هي أن يكون مستوى الماء منخفض في الفرع ذو النحت الأكبر كلما الفرع يكون نحته جامد المية تبقى عمالة توطى وبالتالي يكون منسوب الماء بها منخفض إلى أن يصبح هذا الفرع مصبا لفرع آخر به مستوى الماء أعلى وبه مستوى الماء أكبر الفرع الصغير ده أصبح أسير عند فرع آخر أكبر منه وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة أسر الأنهار إذا نظرنا إلى القطاع في مجرى النهر في هذه المرحلة بص معايا كده القطاع واخد شكل حرف إيه؟ واخد شكل حرف V لأن القدرة على النحتة عالية فطيار الماء عمال يقطع في قاع النهر وبالتالي شكل القطاع واخد شكل حرف V تاني مرحلة ألا وهي مرحلة النطب أو مرحلة النضوج تتميز هذه المرحلة بيه واحد التوسط في الانحضار وسرعة طيار المياه متوسطة والقدرة على النحت متوسطة شايف سرعة المياه في هذه المرحلة متوسطة زي؟ أقل من سرعتها في مرحلة الشباب تاني حاجة اختفاء الشلالات أي مصاقط المياه ولكن هذه المرحلة تتميز بوجود ظاهرة غريبة جداً ألا وهي ظاهرة البحيرات القوسية أو الهلالية؟ شايف الأول بيبقى النهر بيجري عادي بعدين يجي يلتوي لما بيقابله في المجرى بتاعه صخر صلب مش قادر ينحته فبيلف حواليه وينحت في الصخر اللين اللي حوالين الصخر الصلب بالتدريج لغاية ما ياخد شكل الهلال أو القوس بالمراحل اللي قدامك ديه لغاية ما يكون لحاجة تسمى البحيرة الهلالية أو القوسية إذن سبب هذه البحيرات القوسية أو الهلالية أنها تنشأ عندما يعترض مجرى النهر كتل صخرية كبيرة طب وبعدين النهر يتوقف؟ قالك لا هذه الكتل الصخرية الكبيرة يصعب نحتها لذلك يغير النهر مصاره حول هذه الكتلة إزاي حيغير مصاره؟ قدتلك في صورة هلال أو قوس رابع حاجة تميز مرحلة النضوج ما زال القطاع في النهر على شكل حرف V السرعة بتاعت المية أصبحت متوسطة ولكن مجرى النهر ما زال يأخذ شكل حرف V زي ما انت شايف قدامك كده عند الانتقال إلى مرحلة الشيخوخة هذه المرحلة تعتبر عكس مرحلة الشباب إزاي؟ يقل للانحضار جدا باش في انحضار؟ انت عارفين في علاقة تناسب طردي بين الانحضار وسرعة طيار الماء كلما زاد الانحضار كلما زادت سرعة طيار المياه والعكس صحيح كلما قل الانحضار كلما قلت سرعة طيار المياه وهناك علاقة عكسية بين سرعة المياه والقدرة على الترسيب يعني كلما زادت سرعة طيار المياه كلما قلت ترسيب وزاد النحت والعكس صحيح كلما قلت سرعة طيار المياه كلما زادت ترسيب وقل النحت عايزين نفهم الكلام دو في مرحلة الشيخوخة تقل سرعة طيار المياه بسبب ان الانحضار اصبح قليل جدا وبالتالي تعال بقى ايه اللي يهمنا هنا زادت القدرة على الترسيب كنتيجة حتمية لبطء سرعة طيار المياه وقلت القدرة على النحت لما يزيد الترسيب وحنا في اخر مرحلة من مراحل النهر وبالتالي يرسب النهر حمولته ولذلك تكونت الدلتة في نهر النيل الدلتة تكونت في بداية النهر ولا في منتصفه ولا في اخره تمام في اخر النهر ليه؟ ليه مرحلة الشيخوخ تتميز هذه المرحلة ايضا بكسرة وجود السهول المنبسط اذا نظرنا الى القطاع في النهر في هذه المرحلة نجده في شكل قوس شايف القطاع في مرحلة الشيخوخة بياخد شكل القوس ويقل التقوص بالاقتراب من المصب هيبقى حاجة عاملة زي السهل المنبسط السؤال الثاني وضح العوامل المؤثرة في ترسيب النهر العوامل المؤثرة في ترسيب النهر عندنا 3 حاجات ركز معايا بقى كده قلتلك لو قلت سرعة طيار المياه هتتحكم سرعة طيار المياه في الترسيب بتاع النهر ولا لا؟ قلتلك ايوه بدليل سرعة طيار المياه لو قلت يزيد الترسيب لو زادت سرعة طيار المياه النهر يقل القدرة على الترسيب يبس تنتج من ذلك ان هناك علاقة عكسية بين سرعة طيار المياه والقدرة على الترسيب متى تقل سرعة طيار المياه هل بقى لك الكلام ده مهم اوي تقل سرعة طيار المياه عندما يقل الانحضار انت شفت كده كويس اوي في مرحلة الشباب زيادة انحضار وبالتالي زيادة سرعة طيار المياه في مرحلة الشيخوخة عندما قل الانحضار قلت سرعة طيار المياه وبالتالي زاد الترسيب أيضا تقل لسرعة طيار المياه عندما تصب في مياه ساكنة ثاني عامل يتحكم في ترسيب النه عندما يقل حجم المياه متى يقل حجم المياه؟ بسبب البخر الشديد سبب ثاني التصرب في الصخور المسامية حديك مثال عملي لو أنت عندك مية بملح ووضعتها في كوب وعايز الملح اللي جوه المياه يترسب سيب كوباية ديت في الشمس لمدة عدة أيام وتعالى بص فيها هتلاقي المية تبخرت والملح ترسب في قاع الكوب يبقى العامل اللي أدى إلى الترسيب هو بخر المياه يعني إيه بخر المياه؟ يعني كلة حجم المياه ثالث عامل تبدأ عملية الترسيب بحيث تترسب المواد كبيرة الحجم في بداية ووسط النهر أنتوا عارفين أن الحاجة اللي حجمها كبير لا يستطيع النهر أن يحملها بل يرسبها أولا تترسب المواد صغيرة الحجم في نهاية النهر وعلى جانبيه مثل الرمل والطين